بسم الله الرحمن الرحيم عزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيز اللي عملوا الحقيقة النادي الاهلي بداية من شهر فبراير وحتى الآن الحقيقة مباراة مهمة ومباراة صعبة جدا بكل المقاييس الحقيقة من الناحية الفنية ومن ناحية الأجواء ومن ناحية الملعب أيضا وأنه مش طبعا ليس ملعبا طبيعيا ولكنه ترتان الحقيقة الملعب الترتان عنده أو النادي الاهلي بيقابل دائما فيه مشاكل كثيرة جدا جدا لأنه الملعب الترتان يا جماعة إحنا هنا زي ما حضراتكم عارفين كل ملعبنا هي ملاعب نجيل طبيعي وبالتالي هناك فارق من أنت تلعب على النجيل الطبيعي وفارق كبير أنت تلعب على النجيل الصناعي اللي هو الترتاني وبالتالي مباراة صعبة مباراة فيها أمور كثيرة جدا جدا ولكن في النهاية النادي الأهلي يستطيع أنه هو يتعدى كل هذه الأمور النادي الأهلي يستطيع أنه هو يعبر كل هذه الأمور لأنه النادي الأهلي في مبارياته الأخيرة في الدولة العام المصري حصل حاجة الحقيقة خلتنا كلنا كأهلوية مبسوطين خلتنا كلنا كأهلوية قاعدين وثقين من هذا الفريق ومن الجهاز الفني المتواجدين إذا كان هناك حصل حاجة خلال المباراة الدوري أو حتى المباراة الأفريقية الأخيرة المستوى نزل شوية ولكن المباراة الأخيرة تحديداً مباراة الجونة وبيتروجيت في الدوري العام المصري النادي الأهلي رجع بشكل مختلف بقى شكله مختلف الناس كلها ابتدت بالفعل تقول إن ده النادي الأهلي تالت بالفعل تقول إن ده الجهاز الفني كيف استطيع أن يفكر الجهاز الفني فيه إن هو يعمل تغييرات تغير من شكل المباراة بشكل كبير في مباراة بتروجيت لعب اللاعبة اللي كان من المفترض إن هي تلعب من وجهة نظر الجهاز الفني وبالتالي 11 لعب جمدين جداً وتقال جداً 7 لعبين بره قاعدين جمدين جداً وتقال جداً أي واحد فيهم ينزل يغير المباراة وبالتالي جمهور الأهلي بقى عنده ثقة في فريقه بقى عنده المقدرة وإن هو عارف كويس جداً إن هو يقدر يكسب إن شاء الله خلال الفترة اللي جاية كل الفرق اللي هلعبها ولكن دائماً نضع في الحسبان أو بنقول لحضراتكم الأجواء إحنا كلنا لعبنا في أفريقيا وكلنا عارفين إن البطولات الأفريقية بيبقى فيها بعض الأمور منها التحكيم مثلاً منها